في القدس استقبل غبطة البطريارك ثيوفيلس الثالث بطريارك المدينة المقدسة ورئيس مجلس رؤساء كنائس الأردن ممثلي الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط وعددا من سفراء وممثلي دول الاتحاد بالقدس ورام الله وأكد غبطته خلال اللقاء الذي حضره رؤساء كنائس الأراضي المقدسة أن الرجال الدين المسيحي يعملون من أجل عدل والسلام والحفاظ على أملاك الكنائس وبالأخص عقارات باب الخليل التي تشكل المدخل الرئيسي لحجاج القدس المسيحيين ومن جهتهم أكد رؤساء الكنائس على أن المسيحيين هم أصحاب حقوق تاريخية في الأراضي المقدسة لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة والدور القياد المميز الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في حفظ هذه الوصاية وحماية المقدسات في مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر